موسيقى 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 ازاكا يا مرنة الرضا في حلقة جديدة هنا على هومس هنا ما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة ومراجعتنا النهاردة واحد من افلام الفين اربعة وعشرين وهو الفيلم kinds of kindness قبل ما نبدأ حلقتنا تماما تكونوا عمليين سبسكرايب للشانل بتاعتنا ومتفوزوش اللايك والشير يا جماعة للحلقة ويلا بينا نبدأ فيلم kinds of kindness هو من كتابة ومن اخراج المخرج المكنون يورجوس لانثيمس اللي كان اخر فيلم احنا شفناه برضو من فترة كان السنة اللي فاتت تقريبا كان poor things الفيلم اللي كان برضو من بطولة اما ستون معنا برضو في بطولة فيلم kinds of kindness عندنا اما ستون جاسي بليمنز ويليام دفو مارجريت كوالي وي هونج شو وعندنا ممدوح اثي دور احداث الفيلم شخصية روبرت وهو الشخصية اللي بيحاول يتخلص من حياته الروتينية اللي دايما متعود عليها كل يوم دايما بيعمل نفس الموضوع ونفس الحاجة وشغله الروتيني حاول كل يوم ان هو يوصل لشخصية رايموند الشخصية اللي دايما بيشوفها هو فيه مثل اعلى وبتبدأ تحصل مشاكل ما بينهم هما الاتنين لانه بتتورط معه حياته هذا الموضوع معقد شوية دايما كأنواع افلام يورجوس لانثمس بيبدأ يشك فيه مراته شخصيا ان هي ممكن تكون على علاقة مع رايموند اللي هو الشخصية بتاعتنا اللي هو ويليام دفو فتبدأ تحصل مشاكل ما بين الشخصين فيلم كاينز اوف كايننس هو الفيلم الجديد للمخرج زي ما قلت المجنون نيورجوس لانثمس اللي كان اخر فيلم ما احنا شفناه وهو فيلم بورثينجز اللي كان حائز على جوائز اوسكار كان منها احسن ممثلة اما ستون انا عن نفسي حبيت بورثينجز محبتهش قوي بس انا بصراحة عجبني وعجبني الشغل اللي كان موجود في فيلم بورثينجز برضو ما كانش احسن حاجة ما كانش الواو بس انا صراحة عجبني وعجبني كمان اكتر من كاينز اوف كايننس المخرج يورجوس لانثمس هو من نوعات المخرجين ان انا بالنسبالي يعني بقى محطوط في حتة الدايركتر اللي اول اي فيلم يعمله لازم اتفرج عليه زي بورثينجز وكيلينج اوف دا سيكريد دير ودا لابستر والحاجات زي دي كلها انما انا شايف من وجهة نظري انه هو خيش جامد جدا 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 في فيلم كاينز اوف كايننس وعندنا الفيلم دا مش عايز اخرش في تفاصيل كترة عشان بردو مش عايز احرأ احداث فيلم كاينز اوف كايننس لان فيلم كاينز اوف كايننس عندنا الفىلي بيتقسم لالثالة اجزاء بمعلى الاصحة يتقسم ل crowports وتلت اجزاء ثري plagات بتبقى بنفس الممثلين اللي موجودين في كل القصة يعني التوابع بتاع الأولى مش هي هي بتاعت التالتة بس إيه لحد ما برضو حتحس أن انت برضو فيه ترابط زمني بنفس المين ستوري بتاعت الفيلم واللي حيشوف الفيلم حيفهم كلامي أكتر بس كل قصة مستقلة إيه لحد ما عن التانية وأنا صراحة معرفش ليه محبتش ولا قصة في الفيلم وحاسيت أن ده ممكن يكون من أقل أفلام يورجس لانثيموس المخرج أنا عن نفسي كان من أكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده هو تمثيل جيسي بليمنز أنا شايف من وجهة نظري هو أفضل حاجة موجودة في الفيلم ده معرفش ليه حاسيت أن ويليام دفوق مش في أحسن حالاته لا هو ولا أما ستون وبعد كده مش عارف إيه فكرة أن أما ستون بقت دلوقتي مع المخرج يورجس لانثيموس يعني هي كانت معاه في بور تينجز ودلوقتي في كاينز وفي عمل كمان قادم ليورجس لانثيموس مفروض السنة الجاية من المخرجين على فكرة بصراحة يعني تختلف أو تتطفق معاه في أفلامه سواء حلوة أو وحشة بس من المخرجين المجتهدين يعني عمل فيلم السنة اللي فاتت وفيلم السنة دي وحيعمل فيلم السنة الجاية برضو مع أما ستون فأنا مش فاهم إيه الترابط الرهيب اللي ما بينه وما بين أما ستون بس أنا صراحة يعني هو نوعية الأفلام بتاعت كاينز وف كاينز حسيته فيلم طويل قوي ومعقد بزيادة ودايما في موضوع الروحيات في حتة موضوع أن أفلام يورجس لانثيموس دايما بتركز في البعد الديني يعني ده حتى بالذات أكتر كمان هتقدر تفهم ده في البارت ثري أو في القصة التالتة لستوري التالتة اللي معانا طبعا مش هخش في الأحداث مش هحرق طبعا عشان برضو اللي حابب يتفرج بس الستوري التالتة برضو هتحس أنها معقدة بزيادة ودخلوا في موضوع حاجات دينية قوي بزيادة يعني حسيت اللي هو نو يعني خلاص يعني أنت كده بصراحة يعني مش فهم أنت فيه إيه لأن دايما أفلام يورجس لانثيموس دايما بتركز على البعد الديني حتى في الأفلام القديمة زي كيلينج أو دا سيكر الدير مثلا وفور تينجز بس طبعا بتبقى الرسائل مخفية من تحت لتحت ومش بيجيبها لك دايريكت في وشك إنما في كاينز أو كاينز بالذات في الستوري التالتة لا هو بيجيبها لك في وشك يعني بالبلد نقدر نقول الفيلم دا فيلم مهرجانات من الآخر يعني الفيلم دا فيلم مهرجانات ومش أي حد هيحبه أنا بصراحة قدرت جدا يورجس لانثيموس على المجهود إن هو بيعمله إخراجيا أكتر كمان والكادرات المعروف بيها حتى لما شفناها كمان في The Favourite وفي Poor Things بس أنا معرفش ليه حسيت إن فيه إخراجيا الفيلم دا برضو ما كانش أحسن حاجة مش زي مثلا Poor Things أو The Favourite يعني حسيت إن الإخراج في الفيلم دا برضو ما كانش أحسن حاجة حسيت إن يورجس لانثيموس كان عنده أكتر بكتير يعني حسيت إن الفيلم دا كان ممكن يطلع أحسن من كده بكتير ولكن الفيلم أنا شايف إن الفيلم طويل الفيلم طويل فشخ الفيلم قومه ثلاث ساعات فأنت بتتكلم في كل قصة بتتكلم كل قصة مثلا بتاع ساعة مثلا ولكن الترابط كمان مش في القصة ولا في الشخصيات إحنا عندنا شخصية مجهولة هتعرفها من أحداث الفيلم اللي هي شخصية الـ RMF مش هقول طبعا إيه هي الـ RMF دا هتشوفوه برضو في الفيلم اللي برضو يعتبر سبويلينج شخصية الـ RMF دا الشخصية اللي بتربط ما بين التلت أفلام مع بعض أو بتربط التلت قصص مع بعض لحد ما هتعرف في الآخر إيه الـ RMF أو مين الـ RMF دا طب صراحة عن نفسي على مستوى التمثيل أنا حاسس إن جاسي بليمنز هو كان أحسنهم بكل تأكيد في كل الأدوار اللي كانت موجودة في الفيلم وإخراجية نور يورجوس لانثيمس بصراحة ما كانش أحسن حاجة وشوفوا بعد كل اللي أنا قلته دا أتوقع عن الفيلم اللي هيترشع أوسكارس كتير على فكرة زي برضو بور تينجز بس أشك إنه هو هيكسب قيمي ليه فيلم كاينز أوف كايننس هو خمسة برصة من عشر بس ما عنديش حاجة تانية ولا عن فيلم كاينز أوف كايننس أتمنى الحلقة يكون عجبتكم وإن شاء الله شوفوا فيديه تانية وريب ما تسوش تعمل سبسكرايب اللايك وشير لو الحلقة عجبتكم ونسوش بردو تعمل سبسكرايب للشانل زي تانية اسماء هومالون وتيكتو وحساب لوكو اللينكس في الديسكريبشن ولا حابين تعمل الفولو لايك على فيسبوك وتيكتو وإنستجرام برضو حساب لوكو اللينكس في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة